وفاق قصة الحرب على غزة كان فيه نتاج موضوع المؤطعة فيه ناس مؤطعة وفيه ناس ضد المؤطعة والناس اللي مؤطعة كتير يعني كل واحد زي ما انت قلتي بيدعم حتى ولو بجزء بسيط سواء جزء مادي أو معناوي أو ان هو يكتب بوست كل واحد على قد الحاجة اللي هو قادر يدعم بيها ولكن فكرة المؤطعة برضو ان احنا ما نوصلش فلوس للأعداء عشان يقتلوا أهالينا في غزة طيب فيه ناس تانية قلت لك انا ضد المؤطعة لسبب ان انا مش عايزة شرد الموظفين المصريين وناس تانية قلت انا مع المؤطعة لان حتى النسبة البسيطة للنسبة كان فيها 10% 20% دي بتقذي اخوتنا في غزة وبتقتل الاطفال والمشاهد الصعبة جدا اللي احنا بنشوفها على مواقع تواصل الاجتماعي انت مع المؤطعة ولا ضد المؤطعة بصي انا هقولك على حاجة لما وصلنا القناة ان احنا نفكر مع المؤطعة أو ضد فاحنا مع فلسطين فعلى فكرة تحترمي شرف او احترم انا شرف ان في حد قال انا ضد المؤطعة عشان الناس اللي موجودة وبتشتغل ونحترم موقف الناس اللي قالوا مع المؤطعة عشان اولادنا في فلسطين هتلاقي داخل الدخل للمشروع القائم اللي احنا بنقول ان هو بيروح العائد بتاعه لفلان وصل لزيرو اللي هو يدوب على قد انهم بس يقبادوا او يدوا لأولادنا اللي اتنين انا من وجهة نظري فيهم مصلحة لكن انا شخصيا كوفاء انا قطعت اه انت مع المقاطع اه انا قطعت وكتير او يمكن علشان بنشتري كتير يمكن علشان بنحتاج ان احنا من بس انا اكتشفت منتجات مصرية كانت فعلا غايبة عني يعني مثلا انا بعمل كل حاجة بنفسي في البيت مش هقول اسماء طبعا عشان ما يبقاش اعلاني لكن في الغسيل مثلا في الطبيخ مثلا حاجات انا ما كنتش متأكدة انها بالجودة دي حاجات في الحمام اكتشفت بس مطلوب شيء مهم جدا وده انا عايزة حطه بين قصين طيب خلينا نتكلم على اقول بس النقطة دي بعد اذنك طبعا ياريت نهتم بجودة المنتج المصري اكتر من كده علشان نفضل نصدر نكملين في المقاطع نفضل نكملين طيب خلينا بردس اتسألك على حاجة وفكرة الناس اللي بتصادر على قراء الفنانين تحديدا ليه انا بقول الفنانين لانه زي ما احنا كنا بنقول انتوا الاكثر تأثيرا وانتوا الناس اللي بتشوف انتوا بتكتبوا ايه وبتتأثر بكلامك وبتنفس كلامك في بعض الاحيان طيب في فنانين كتير طلعوا في برامب وقالك انا ضد المقاطعة وانا شايف ان انا كده بقى زي العامل المصري في فنانين تانين قالوا لا انا مع المقاطعة وانا مش هقدر اشارك المصدرة بقى يعني خلينا نشوف الناس اللي هي بتلعب في نص الملعب انت ازاي تقول كده انت ازاي تقولي كده انت كده عميل وخاين لا انت كده مع البلد لا انت كده ضد البلد شايفة الناس دي ازاي والله كلمة خاين او خاينة دي كلمة كبيرة قوي يا مارو تعالي نتفق صح احنا كلنا عايشين في بلد واحدة تعالوا نشيل كلمة خيانة من القموس دلوقتي تعالوا دايما نقول ان احنا لازم نقف جنب بعض حكاية ان انا اصادر على رأي جديدة ان اختلف معاك صح ولكن احترمت بدليل ان احنا بلدنا فيها حرية احنا عندنا ناس بتقول بصوت عالي ده عجبني وده مش عجبني محدش بيصادر عليه من الجهات اللي المفروض تصادر لكن بيصلحه او بيحاولوا يصلحه او بتبقى ثبات من خلال الملحوظة دي انهم ياخدوا بالهم من المنطقة دي لكن حكاية ان انا اقولك لا انت خاينة او ليه بتقولي كده او انت كده بيعطي اهل بلدك لا الفكرة ان السوشال ميديا سمحت لنفسها انه انا الفنان ده انا بتعامل معي بمبدأ الاحتكار الفنان ده انا بحبه فانا هسمع كلامه فلو ايه الرأي مش عجبه يبدأ يهجمه مظبوط حتة انه هدم صح عايزين نهدم الشخص ده او البلد دي او انه اشاعة الفوضى في المكان ده عن طريق السوشال ميديا